اهلا بكل مشاهدينا من جديد ما فيش شك بان قضية الامن الغذائي هي القضية الرئيسية في العالم كله عشان كده احنا في مصر خدنا بلنا وخدنا خطوات كبيرة في الملف ده من خلال عدد كبير من مشروعات الزراعية الضخمة كمان الحكومة اشتغلت على خطة عشان تقدر تواصل زيادة الانتاج الزراعي وتوصله ل 1.37 تريليون جنيه خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي منوارنا يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا بسهلا 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 عايزين نعرف كده ازاي احنا في مصر دلنا نشتغل على ملف الامن الغذائي احنا عندنا مشكلة في العالم كله العالم كله بيعاني احنا الحمد لله بالتقسيط الجيد وبسطر ربنا ماشيين كويس لغاية دلوقتي وفي الحقيقة طبعا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امور البلاد في 2014 كان احد الملفات في البرامج الانتخاب بتاع فخامة الرئيس اللي هو يعني مشروع المليون فدان ثم تطور بعد ذلك بقى المليون ونصف المليون فدان ثم احنا شغلين دلوقتي في مشروعات كبيرة زي مستقبل مصر والدلتة الجديدة والتوشكة الخير والمشروعات ده كلها وشمال ووسط سيناء والودي الجديد كل هذه المشروعات هتضيف للركعة الزراعية حوالي 4 مليون فدان في وقت واحد احنا يعني دول بيعادلوا ما تم استصلاحه في جمهورية مصر عربية من عام 1952 حتى 2010 فالينا بس انا تخيل مدى المشروعات القوامية الكبرى في مجال استصلاح الاراضي اللي يعني يشغلين فيها وديه طبعا بتوجهات معالي فخامة السيد الرئيس وده طبعا نعكس بقى على يعني الخطب بتاعة الحكومة وبتاعة وزارة الصلاح والصلاح الاراضي انا عندنا في وزارة الصلاح والصلاح الاراضي في استراتيجية محدثة للتنمية الزراعية المستدبة حتى 2030 اخدام في الاعتبار تحقيق الامن الغذائي سواء من خلال التوسع الرئيسي اللي وسط مدى اصناف جديدة والمرسات الزراعية الجيدة او التوسع الافقي اللي يزرعت في المساحات جديدة او بناء مخزون استراتيجي وده كان يعني الفضل الكبير فيه كله لفخامة الرئيس ان كان فيه يعني نظرة استباقية للأحداث فكان يعني المخزون استراتيجي في مصر مساحة الغذائية الرئيسية كان يكفي حوالي ثلاث شهور ففيه توجهات الرئيسية ان المعار يبقى ست شهور فده حمل بلاد الحمد لله من ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية في الوقت الحالي طيب يعني ملامح الخطة الحكومية دي يا دكتور يعني اعتمدنا على ايه احنا لما جئنا نخطط قلنا مثلا على سبيل المثال احنا اهم المحاصيل اللي المصريين عايزين يكلوها ايه فهل زرعنا هذه المحاصيل هل عملنا اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل اللي بنستوردها هل وصلنا الرقم مثلا مرضي في قصة الامح ان احنا يعني كده كده احنا مش عانا مش عانا يعني مش حانا نوصل لمية في المية لكن احنا ممكن نوصل مثلا لنسبة معينة بدل ما كانت النسبة اكتر بكتير من اللي بنستورده قلنا الملامح دي اهم المحاصيل كانت ايه تمام هو طيب بلدك انا قبل ما خش على اهم المحاصيل هستاذنا حضراركم واضح للسادة للمشاهدين يعني حجم الاستثمارات اللي تضم دخاف قطاع الزراعة في الفترة الاخيرة احنا في عام 2014 كان الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة كانت حوالي 11.5 مليار جنيه احنا في الخطة الحالية 22-23 مستهدفين ان شاء الله 82 مليار جنيه من 11 إلى 82 من 11 إلى 82 دي اجمال الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة القطاع الخاص كان بيساهم بحوالي 7.5 مليار جنيه في الخطة الحالية مستهدف ان يوصل حوالي 30 مليار جنيه يعني لا بيوضح أهمية الاهتمام بقطاع الزراعة من ناحية توجيه الاستثمارات الموجهة لي سواء الاستثمارات حكومية أو الاستثمارات خاصة فيما تعالج باب الأمن الغذائي احنا الحمد لله ونفضل ربنا سبحانه وتعالى عندنا اكتفاء ذاتي من العديد من السلعة الغذائية احنا مثلا محاصيل الخضر والفاكهة بجميع أنواحها عندنا فاكتفاء ذاتي الحمد لله يعني البطاطس الطماطم البصل الخيار كل المحاصيل فاكتفاء ذاتي الحمد لله الفاكهة ايضا الموالح بشتى انواحها العنب الرمان كلها زي السلعة من الفاكهة بل عندنا فاقد بيتم تزوج الخارج اكتر من خمسة وستة من عشرة مليون طم عندنا اكتفاء ذاتي من البني الطازجة عندنا اكتفاء ذاتي من البيض المائدة عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن عندنا اكتفاء ذاتي من الارز عندنا اكتفاء ذاتي من الزرا الشمية البيضاء عندنا اكتفاء ذاتي داخلين عندنا اكتفاء ذاتي من الاسماك حوالي تسعين في المية عندنا حوالي 75% اكتفاء ذاتي من السكر عندنا حوالي 56% اكتفاء ذاتي من الزورة الشامية عندنا حوالي 56% او 55% اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء وطبعا بالنسبة للمحصول الأمحك المحصول استراتيجي احنا عندنا اكتفاء ذاتي فيه حوالي 45% ومستهدفين ان شاء الله انحنا نوصل 65% و70% حتى 20-30% اخزم في الاعتبار الزيادة السكانية عدد السكان عام 2014 كنا حوالي 87 مليون نسمة احنا بنتكلم دلوقتي في حوالي 103 مليون ونص مليون نسمة يعني عدد السكان زاد حوالي 16-17 مليون نسمة في الفترة الأخيرة الثمان سنوات الأخيرة لول كده دلوقت بيعدلوا عدد سكان عدة دول مش دولة واحدة بنحسبها ازاي دكتور؟ بنحسبها بالأرقام؟ يعني بنشوف احنا بنضخ كام متوسط الفرد المفروض او نصيب الفرد يبقى كام المنتج عندنا النهائي كام ونبتزي نقسمهم ونشوف كده على أساسه بنقدر نحدد كل واحد نصيبه قد ايه وإحنا تطورنا قد ايه وبنستهدف نوصل لإيه؟ اه تمام هو سيادتك زي ما قلتي احنا الأمن الغذائي بيتحقق من عدة محاور اللي هو توفير الغذاء سواء كان مصادر محلية او مصادر خارجية فاحنا الحمد لله عندنا يعني محصول رئيسي زي محصول القمح احنا لأول مرة هذا العام يعني نزرع مساحة في جمهور المصر عربية حوالي 3 مليون و 650 ألف الدان من محصول القمح انتجت حوالي 10 مليون تن اول مرة في التاريخ نزرع هذه المساحة ونحن تجهزها الانتاج واول مرة هيتم توريد حوالي 4 مليون تن من القمح كما ريش براح على يا بقى السلالات اللي اتزارعت دي كلها بالطريقة القديمة ولا فيه سلالات جديدة وانتجيتها أعلى فيه سلالات بتحمل حرارة فيه سلالات بتتحمل نسبة ملوحة في المية او نسبة ملوحة في الأرض يعني ادرنا ازاي نوصل لهذا الرقم الكبير ومشينا ازاي في التطور اللي احنا ماشيين في الاستثمار في البحث العلمي وان احنا نقدر نوصل لسلالات أفضل وانتجيتها أعلى وبتكلفة أقل تمام زي ما قلت سيادتك احنا ماشيين في التجهيب بالتوازي التوسع الأفقي في المشروعات الكرامية الكبرى نحن بتوسع في زبعة الأمح في التوسع الرأسي اللي هو السلباط والأصناف الجديدة والممارسات الجيدة اللي سيادتك عليها احنا من بداية تجهيز الأرض للزراعة بنا موفرين للدولة موفرة للسادر المزارعين آلات الحرس الجيدة والتسوية بالليزر والزراع على مصاطب بدلاً ما على خطوط بحيث نوفر في المياه وزود الانتاجية بنوفر أيضاً التقاوي الجيدة والأصناف الجيدة من خلال مركز البحث الزراعية والجهات التابعة عليه للسادر المزارعين كل محافظة بنراعي فيها الخريطة الصنفية يعني كل محافظة بدلاً تزرع عشرين صنف أو عادة كبير من الأصناف لا بنوفرها الأصناف اللي هي بتجود فيها ويجيب فيها انتاجية عالية ومقاومة للأمراض ومقاومة للآفات وتتحمل درجة الحرارة بتاع كل محافظة ده اللي نعكس على زيادة الانتاجية أيضاً سيادتك بنوفر الأسمدة بالشكل كاف للسادر المزارعين بأسعار مدعمة احنا بنوفر على سبيل المسال لمحصول القمح تلت شكاير أسمدة للفدان الشكارة بحوالي 240 جنيه السعرها العالمي ها أكتر من 700 جنيه فده احنا بندعم السادر المزارعين عشان يعني نحقق أعلى انتاجية من خلال احنا نوفرهم الأسمدة بالسعر المناسب وبالجودة العالية أيضاً وبالمواصفات عشان نأكل أكل نظيف طبعاً والمواصفات اللي هي الجيدة عشان نراعي سلامة الغذاء وزيادة الانتاج في نفس الوقت أيضاً عندنا حاجة اسمها الحملات القومية فاحنا عندنا الحملة القومية لمحصول القمح وفيه المحصول الزورة وفيه الأرز والأرز والأرز وهكذا لكن لو حدثنا نحصل القمح على سبيل المسال بيبقى يتم حواء يعني عدد كبير من الحقول الإرشادية موجود في جميع الكرة في الأماكن اللي هي البلزة على مستوى القرية بنتم في اتباع في هذه الحقول الممارسات الزراعية الجيدة من بدء من الزراعة والخدمة بتاع المحصول عودة ثانية للحقول الإرشادية اللي كانت يعني اختفت أو توقفت أو نسبتش مهتمة بيها كان فيه كمان بيبقى فيه خطة زراعية زمانية منتفق كده المنطقة دي الأرض دي هتزرع كذا واللي جنبها كذا واللي جنبها كذا عشان ما يأثروش على بعض أو علشان ما نأثرش على خصوبة التربة أو عشان الأرض تريح يعني كان بيبقى فيه خطط موضوع اه طمام انا اقول زي ما قلت سيادتك احنا عندنا استراتيجية حتى عشرين ثلاثين لتنظر العام السلامة اخدام فيها كل هذه العوامل في الاعتبار وزي ما قلت سيادتك من مزال الحاملات القرومية دي بنوفر فيها الخدمات للسدر المزارعين يعني بيشوفوا بيعنيهم الحقل على مكان صهر كده فالمزارعين بيشوفوا هذا المزارع عمل ايه وهذا الحقل التم في ايه فبيروحوا جرابوا في الحقول بتاعتهم وده بنعكس على زيادة الانتاجية لدى السدر المزارعين وبنعكس على زيادة دخولهم وتحسين مستوى معاشيتهم ايضا اثناء الحصاب بيتم استخدام الالات الحديثة اثناء الدراس والحصاد وده بيخفض الفاقر كان بيتم اثناء الحصاد والدراس فده انعكس على زيادة الانتاجية الزراعية فده اهم العوامل اللي احنا نشغلين فيها في التوسع الرأسي طب حاجة كلمت على اكتفاء الذاتي لو اتكلمنا على التصدير يعني هل احنا عملنا خطة للتصدير ولترويج منتجاتنا في الخارج وهل احنا كان عندنا ارقام معانة بنصدر بيها والان بنصدر في عاجات هل تفوقنا في يعني عارف ان احنا بقينا رقم واحد في التمور ما كناش رقم واحد في الموالي احنا طول عمرنا متصدرين البطاطس كذلك احنا كنا كام وبقينا كام في بعض هذه المحاصيل ووصلنا الكام تمام هو سيادتك طبعا احد اهداف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة عشرين تاعتين زيادة القدرة النفسية للمنتجات الزراعية في الاسواق العالمية فاحنا مجاهزين نفسنا كوزار الزراع واصلاح الاراضي ففيه خطة لمضاعفة الصدرات الزراعية في الفترة القادمة ان شاء الله بإذن الله وده من خلال ان احنا نقفع جودة المنتجات الزراعية هنا في الخارج وان احنا نفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية احنا خلال فترة من 2014 حتى الان تم فتح حوالي 75 سوق جديد امام المنتجات الزراعية يعاك في ان نقول السيادتك احنا فتحنا السوق الياباني فتحنا السوق الصيني اخر حاجة سوق ميزولندا متجهين ايضا لدول جنوب شرق اسيا متجهين للدول الافرائقية فاحنا في الوقت الحالي شغالين على فتح اسواق جديدة بحيث احنا نزود الصدرات الزراعية لهذه الاسواق واحنا كنا في السابق يعني الصدرات الزراعية بتاعتنا كانت اكل من خمسة مليون طن احنا في الوقت الحالي تجاوزنا في العام يعني الماضي اكتر من خمسة وستة من عشر مليون طن فيه ايضا توجه نحن الترويع الصدرات الزراعية يعني بدلا ما نمركز على المحاصيل الرئاسية زي الخضر والفاكهة لا احنا فيه توجه ان احنا نصدر النباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والظهور متفوقين فيها جدا احنا الحاجات دي متفوقين فيها زي ما سيادتك قلت وكيمتها العالية ايضا فيه توجه كيمتها عالية فاك زي ما سيادتك قلت متوجين ايضا ان احنا نزود الصدرات من السلع الزراعية المصنعة يعني بدلا ما صدر المرتقال طازج صدره طازج وصدره مصنع بدلا ما صدر كل المرتقال مثلا مضار يبقى فيه قيمة مضافة لشغلنا ايدي عاملة فتحنا مصانع ووصلنا خدمات يعني مندخل قصة كبيرة اتفضل احنا اشغالين على فتح اسواق جديدة وعلى زيادة الصدرات الزراعية وتدميع المنتجات الزراعية سواء كانت يعني محاصيل تقليدية او محاصيل غير تقليدية سلع زراعية طازجة او سلع زراعية مصنعة فتح الاسواق احنا احنا وقالين بقى في الاعتبار احنا كنا مركزين صدراتنا مثلا على الدول الاوروبية والدول العربية وكان فيه تبادل كبير ما بين روسيا واوكرانيا ففي الوقت الحالي بقى تنبهنا في ظل الازمة الاسواق الاوكرانية للدول الافريقية فاحنا فيه بنحاول نستفيد بقدرة كبير من التفقية المنطقة التجارة الحرة اللي دولة قارة الافريقية الطرق كمان اللي بتربطه بافريقيا الطرق زي ما سيتك قلت بتربطنا بافريقيا مشروع جسور اللي هو بماهد الطرق ما بيننا وما بين افريقيا طريق الكاهرة كبتاون فيه بنحاول نعظم الاستفادة من هذه الاتفاقيات وهذه المزايا بأيضا نحاول نزود استدارات الزراعية بتاعتنا الى الدول العربية نحس انها دول قريبة مننا ويعني المسائل اللوجستية دي متاحة وفيه سهولة في زيادة كدرة من التنفسية في هذه الاسواق أيضا نحافظ على الاسواق الاوروبية ونحاول نزود استدارات الزراعية بتاعتنا لهذه الاسواق أيضا فيه برنامج دعم وتدمية استدارات المصرية ده يعني بيدي مزايا للصدرات الزراعية المصرية الى الدول الافريقية وخاصة عن خدمات النقل بيعفي يعني او بيعمر رد الاعباء الصدرات اللي بيتم تصديره للدول الافريقية بحوالي 80% من تكلفة النقل ده على مستوى الزراعي الانتاج الحيواني بيحصل فيه ايه اعتقد ان الاتنين مرتبطين ببعض بشكل أبار تمام هو سيدك طبعا فيه مشروع كبير في وزادة عصر الأراضي يعني معالي وزير الزراع وصدر اراضي السادة الكصير نوزي طوال يعني الوزارة من اهمية كبيرة لمشروعات السرعة الحيوانية وخاصة مشروع القومي للبيتلو احنا يعني قبل من سنتين كان يعني تمويل الموجه للمزارعين في مشروع القومي للبيتلو كان حوالي يعني مش مكمل مليار جنيه احنا دلوقتي وصلنا حوالي ستة ونص سبعة مليار جنيه في خلال سنتين ثلاثة او سنتين الاخرارين دولك كده ده من خلال زيادة التيسرات للمواطنين والمزارعين ايضا تم اعتماد هذه المشروعات ضمنوا بوضلة البنك المركزي بفايدة بسيطة حوالي خمسة في المية ايضا فيما تعلق بالانتاج الحيواني عندنا يعني مجمعات الالبان ودي جالي تطويرها وتحديثها بحيث يعني عندنا منتجات نظيفة وعالية الجودة بحيث نحفظ على سلامة الغذاء وصحة السادة المواطنين في مجال الزراع السامكي احنا زي ما شايفين كلنا المشروعات القومية في مجال الزراع السامكي ايضا في منطقة غليون او في منطقة قناة السويس او تنمية الزراعات وهكذا يعني السؤال الاخير صدور قانون الزراع العضوية كيف سيؤثر على المنتجات المصرية وخصوصا في ظل ما يعرف بالتغيرات المناخية تمام وطبعا قانون الزراع العضوية احنا طبعا في الفترة الاخيرة كان الاتحاد الاوروبي وضع شرط عشان الدول تصدر الاتحاد الاوروبي لازي يكون عندها قانون الزراع العضوية فتنبهنا لهذا الموضوع وكملت وزارة الصلاح والصلاح الاراضي باعداد واستصدار قانون الزراع العضوية ثم لقاحة التنفيذية دي صدرة العامل الماضي وده الهدف منه كله ان احنا نتوسع في المنتجات الزراعية العضوية اللي هي خالية من المبيدات اللي هي خالية من الأسميدة الكيموية اللي هي بتستخدم الأسميدة العضوية الأورجانيك زي ما سيادتك قلت وده بيساهم في زيادة الصادرات الزراعية من ناحية ومن ناحية بنحافظ على صحة السادر المواطنين وسلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية فالهدف من هذا القانون بصفة عامة ان احنا نزود الصادرات وان احنا نلجع بقى للعوامل الطبيعية والأسميدة العضوية بحيث يعني نحافظ على البيئة ونحافظ على الإنسان وسحة الإنسان وسامة الغذاء أكيد كل شكرا لك دكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي نورتنا وشرفتنا أهلا وسهلا بحاجة شكرا يا فرد اشتركوا في القناة